بعد يوم طويل وبعد ما سهرنا الساعات اختبرنا وخلصنا ركبنا السيارة أو لما رجعنا البيت أول سؤال يجينا من الأهل ياهاي بنتي كيف هو الاختبار إن شاء الله البعض بيجاوب الحمد لله كان زي الفل والبعض بيقول من غير الشك الكل بيبدل كل جهده عشان يتعلم لكن ليش بيحصل معانا كده ليش ناس بتقول زي الفل وناس بتجيب العيد وليش ناس بتضيع منهم المعلومات أول ما يستلموا مركة الاختبار والأسوأ إننا بنعدل الاختبار بأعلى الدرجات لكن المعلومات تتبخر كلنا اسمعنا عن نصيحة بمعنى دعك البدكاء لا تدعك البجهد بس كيف ممكن نطبق دين نصيحة وهل فعلا لو طبقناها حاتم دراسية راح تكون سهل لو ما تكلفنا أي جهد الجواب لا طبعا لأن الجهد والعمل متطلب لتحقيق أحلامنا بس بين الخدعة أول ترك؟ لما تحطوا جهدكم في خطط مدروسة وذكية مختلفة عن الطرق التقليدية كذا مو بس وفرتوا جهد بل كمان وقت وفي الأخير طلعتوا بنتيجة أفضل بمراحل فأغلبنا بيتبع طرق كلنا نعرفها وبنطبقها ممكن نجحت ممكن لا لكن في مجموعة أخرى بحثت عن طرق أفضل وطورتها قبل ما نقول لكم عندي الطرق خلينا نقول لكم عن شاء اللي كلنا بنعملها لكن فعليا وبناء على دراسات هي ما هي فعالة الطريقة الأولى الري ريدنج أو القراءة المتكررة دراسات مختلفة ذكرت إن القراءة المتكررة تعتبر من الطرق اللي زي ناجحة ما عندنا الأغلب بيطبقها طيب إيش السبب؟ بكل بساطة لأننا بنمشي على مقولة التكرار يعلم الشبطان وده الشي بيخلينا نتوهم إننا نذاكرنا المعلومات وراجعناها بس إحنا أساساً بس بنكررها بدون ما نتأكل إذا إحنا فهمناها واستعبناها أو لا والدليل إننا بنداكي ثلاثة وأربعة مرات لكن وقت الاختبار بنقول ده السؤال أعرفه قرأت المعلومة بس إيش الجواب؟ في الخلاصة وعشان أنزعي لأجدادنا خلينا نغير المقولة ونخليها التكرار مع الفهم يعلم الشبطان الطريقة الثانية هايلايتينج أو التحليل بالضبط الشي اللي كلنا بنعمله واللي بيساعدنا نحدد الكلمات المهمة للأسف ذكرت الدراسات إنها أيضاً من الطرق الغير ناجمة فكروا فيها بإيش بتفيدنا غير إنها بس بتزيد ألوان في الصفحة وتعطينا انطباع إننا لمينا بالموضوع وذاكرناه هل استوعبنا المحاضرة وهمنا كل شي فيها؟ لا مع كلامنا ده الكل حيستمر في استخدامها بس خلينا نحاول ما نعتمد عليها كثير الطريقة الثالثة السامريز أو الملخصات برضو من الأشياء اللي الكل بيتبعها وكل شخص له طريقة مختلفة في تطبيقها طيب ليش الدراسات قايت إنها من الطرق اللي ما تطبيقها؟ ببساطة لأنه في أغلب الوقت بنطبقها بطريقة مو صحيحة فكل اللي بنعمله بننسخ المعلومات اللي موجودة في المحاضرة وبنعيد تطبيبها بطريقة ناسبنا وده ما يعتبر تلخيص ريد هو فقط إعادة تطبيب للمعلومات كل دي الطرق بتاخد مننا مو بس جهد بل كمان وقت مرة طويل وهذا اللي كنا نقصده بجزئية study hard وشي اللي احنا ما نبغاه لأننا بنذاكر ومنتعب بس مو بذكاء ولا بفعالية وده الشي بيهمنا ويعطينا انطباع إننا نذاكرنا منهج وكيد بريح ضميرنا بس ما بيساعدنا أبدا لأن الطرق هذه بتندلش تحت passive learning أو التعلم السلبي بحيث إننا كطلاب بنتلقى المعلومة جاهزة ونحاول نستوعبها طيب كيف نحول دي المعلومات لطرق أفضل؟ الحل إننا نذاكر بذكاء ونحول passive learning لactive learning بمعنى نحول التعلم السلبي الإيجابي وده الشي بيعتمد على active recall أو active retrieval بمعنى الاسترجاع عن نشب فنعيد صياغة المعلومات اللي عندنا بطريقتنا الخاصة وكده إحنا بنعتمد على نفسنا مو بس بنتلقى المعلومات جاهزة وده الشي بيزيد الاتصال بين الخلايا العصبية وبيقويها بالتالي بنقدر نسترجع المعلومات حتى لو نسيناها لأنه غيرنا مكان تخزينها من ذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى وباستخدام من الطرق مبنية على ذا المبدى قدرنا نتغلب على شائعات كثيرة منها فيه ناس ما تنفعلهم المذاكرة أو ناس دوافير بالفطرة أو حتى فيه مواد ما تقدروا تجيبوا فيها إي بلس طيب بعد أقول ليش فيه ناس بتنفعلهم طرق مذاكرة وناس لا ده الشي يرجع لاختلاف شخصياتنا فالناس البصرية واللي عادة بتعتمد على الشيات تخيولية طرق زي الربط والقصص والرسم حتساعدهم كثير تذكر المعلومات وفيه ناس مختلفة تحب تكتب وتخربش فلما نكتبوا ويعمل ملخصات بنفسهم طبعا الترخيص الجيد ده الشي حيساعدهم يتذكر المعلومات وفيه ناس مختلفة تماما تحب تنتش وتتعلم تحت الضغط وتقعد لآخر دقيقة لذا السبب مهم نعرف شخصيتنا لأنه على أساسها نحدد الطريقة التي تناسبنا صح نجرب أكتر من مرة وأكتر من طريقة وممكن ياخد مننا جهد ووقت مرة طويل بس لما نلاقي الطريقة حنكون حلين مشاكل كبيرة منها القلق وقت الاختبار الخوف من النسيان والأهم من كده يدرنا نحتفظ بالمعلومات فحتلاقوا في الانترنت مواقع مختلفة من خلالها تقدروا تحددوا نمط التعلم المناسب لكم خلينا نقول لكم عن سلسلتنا الجريدة سلسلة علمني كيف أصطاد اللي جمعنا لكم فيها دموغ طلاب وطالبات وتجاربنا المختلفة ونصايح مختصين وطرق ساعدتنا نكمل مسيرتنا الجامعية لأن كلها بتعتمد على active learning وهذا الشيء اللي احنا نتكلم عنه من البداية عشان تطبقوها على أمث الوجه وما توقعوا في الأغلاط اللي احنا طحنا فيها من دي الأخطاء سؤالا اللي زملاء اللي أكبر مننا عن رأيهم في مادة معينة وكيف كانت تجربتهم حقيقة السؤال بحد ذاته ما هو غلط طبيعي في حالتنا الجامعية نسأل عن المواد وعن صعوبتها وطرق مذاكرتها وعن اختباراتها عشان نبني تصور ونتعلم منه لكن الخطأ يكمل لما نبني خوف داخلنا اتجاه مادة ونشيل همها من قبل ما نعرفها ونعمل حاجز بيننا وبينها من قبل ما نتعرف عليها فإذا أحد قل لكم المادة مرة صعبة أو بدأت ذاكرها من قبل الإجازة مو شرط الشيء اللي نفعهم حينفعكم ولا الشيء اللي ناسبهم حينسبكم عيشوا تجربتكم الخاصة وكتشفوا المادة وخذوا العلم من زمالاكم الأكبر منكم واسمعوا بنصائحهم اللي زي بمعنى لا توقعوا في خطأ أنكم تجربوا استراتيجيات وطرق كثيرة في وقت واحد إذا عندكم مصادر مختلفة لمنهج أو لمحاطرة واحدة اختاروا واحد وأمشوا عليه لأنه تنقلكم بين أكثر من طريقة حيسبب لكم تشتت أما النصيحة الثانية ممكن تستفيدوا منها هي طريقة الفامدورة تكنيك والتي تعتبر طريقة من طرق تنظيم الوقت بحيث أنكم تقسم وقت المذاكرة على فترات مختلفة وبينها بريكات وده شي حيساعدكم تركزوا وتبطلوا سراحان فأول شي تحددوا المهمة اللي حابين تنجزوها وبعدها تعيروا منبئهم من 25 إلى 35 دقيقة وخلال هذه الفترة تباحدوا كل المشافتات وتتركوها وبعد ما ينتهي الوقت تأخذوا بيك عبارة عن 20% من الوقت اللي استخدمتوا للمذاكرة يعني يحيكون من 5 إلى 7 دقائق وبعد ما ينتهي تكرر الفامدورو من 4 إلى 5 مرات وبالي الطريقة حتنجزوا مهام أكثر ومن النصائح اللي يقدر نستفيد منها هي اتباعنا للطرق زي Space Repetition Retrieval Practice والFlash Card لأن كلها بتعتمد على Active Record وهو ده الشي اللي احنا نبغى كل الطرق اللي ذكرناها بجانب طرق أخرى حنذكرها لكم في فيديوهاتنا القادمة حتساعدكم بإذن الله زي ما سعادتنا بتخصواتنا الصحية حنقدم لكم أفضل وأنسب طرق المذاكرة لكل مادة بالأخص المواد اللي لها سمعة مخيفة بين الطلاب انتظروا حلقتنا القادمة واللي حتكون عن أول مادة تدرس في أي تخصص صحي ولو عرفتوها أكتبونا نهية في القومنت بكذا تكون حلقتنا انتهت لا تنسوا تعمل لايك وسبسكرايب وشاري عشان تعمل فائدة على الجميع نترككم بحفظ الله ورعايتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة